بس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا إن لما الإنسان يأتي إليه خبر وفاة حد عزيز عليه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون طبعا حضرتك أم والأم قلبها يعني ببقى في قمة الحزن لفقد ولد فمن شدة الحزن هي بتقول إنها أطعت الملابس بتاعتها وضربت على الخدود وعلى الوجه اللي حضرتك عملتي غير جائز شرعا بس ربنا غفور رحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمي يشاء إبا وبالتالي حضرتك استغفر ربنا كتير وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا واللي عملتيه لا يؤثر في ابنك في قبره يعني ده مش هيتعذب به لا ده حضرتك اللي هتسأله عنه وطالما يعني تبتي واستغفرتي ربنا كتير ربنا غفور رحيم وإن شاء الله ربنا يصبرك